اهلا بكم والتحدي الاول من مسابقتنا في البرد هتخس بجد الموسم التاني فلو هتشارك معنا في هذا التحدي يقول قبلت هذا التحدي واضغط لايك قوي جدا واكتب هتبدأ معنا بوزن كام واطموح توصل لرقم كام اكتب يا بطل علشان توثق هذه اللحظات لحظات البداية وبداية رحلة التغيير القوية معه لو نفسك تخس هاي ايو انت عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسعد الله ووقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس وتحديات لو نفسك تخس والتحدي الاول من مسابقتنا في البرد هتخس بجد الموسم التاني حقيقة المسابقة دي مسابقة قوية جدا ومميزة جدا وفصل الشتاء هو من ابرز فصول السنة للتغيير للامانة اللي انا شفته من خلال يعني التجربة بتاعتي ان انا لقيت ان فصل الشتاء ده هيغيرك هيغيرك لو انت التزمت حتى بنظام متزن يعني لو انا حتى حفظت بس على الاكل هلاقي جسمي بينزل فما بقى لك بقى لما تلتزم بنظام غذائي متجرب ومدروس وسهل وبسيط هتنزل دهون قد ايه علشان كده بقولك ان دي فرصة فرصة زي واحد كده قال لك بص قدامك البنك ده وانا صاحب البنك وبقولك ادخل خد ما تشاء من النقود اكيد انت مش هتفوت الفرصة دي وتقوله تانا هروح هنام شوية لأ السنة معزومة على اكل لأ مش هتفوت الفرصة دي وهو ده بقى اغلى من اي بنك دي فعلا فرصة عظيمة جدا ان انت كل لحظة وكل ثانية هتمر عليك هتلاقي فيه نزول فيه الوزن وفيه الدهون الحقيقة لما انا بدأت في شهر التسعة الفين وتلاتاشر كنت قبل نهاية السنة كنت خلاص تقريبا يعني جسمي تغير بشكل رهيب جدا انا بقولك خلال الست اسابيع وخلال الست التحديات اللي احنا هنبدأ ان شاء الله اول تحدي اهو ان انت خلال الست اسابيع دول هتلاقي شكلك تغير مية وتمانين درجة وهتلاقي ان هدومك بتوسع عليك وهتلاقي ان جواك فرحة كبيرة جدا 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 انت لا تتخيلها عشان كده انا بقولك اهو من الاول ابدأ معانا اتغير معانا وخد القرار بجد وقول لنفسك ان انا هسمع كلام الناس دي وهبدأ معاهم ويا سيدي جرب جرب وابدأ معانا وشوف النتيجة والله العظيم ما هتندم ابدا لان احنا كل اللي انت لازم تعرفه ان احنا زينا زيك والله احنا عنينا من نفس الامور اللي انت فيها لو انت بتحب الاكل لو انت بتقدرش تلتزم بالنظام لو انت شايف نفسك ضعيف لو انت عمل تقولي نفسك ازاي هخس كل دهون دي لو انت شايف ان انت قد ايه مش واثق في نفسك فبقولك احنا كنا زيك وبقولك تقدر ان انت تغير من نفسك والله تقدر تغير من نفسك كل اللي عليك ان انت تلتزم وتبدأ معانا رحلة التغيير يلا بينا بقى نروح نشوف التحدي الاول كده وشرح التحدي الاول من المسابقة في البرد هتخس بجد علشان نتشجع ونتقوى مع بعض كده وان شاء الله بإذن الله نلتزم خلال الاسبوع الاول علشان نشوف نتيجة ولا اروع وتكون البداية ان شاء الله رائعة وطبعا تحية للناس اللي نكملها معانا من التحديات اللي فاتت في التحدي ده والتحديات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله وتحية ايضا للناس اللي كانت بتعك وكررت ان هي تبدأ معانا تحية للجميع واكيد طبعا تحية للناس الجديدة اللي لسه اول مرة تشوفنا اني احبكم في الله انا مصطفى علي اللي هشجعك كل يوم خلال هذه القناة والغاية ما توصل لهدفك ان شاء الله بإذن الله ومعايا فريق عمل لو نفسك تخس فهل انتم جاهزون لهذا التشجيع ولو اجل جاهزون لهذا التشجيع طبعا ما تنساش تعمل لايك لو انت تشارك معنا في هذا التحدي ولو لسه ما اشتركتش في القناة فانزل يا بطل اشترك في القناة علشان يجيلك اشارات بالفيديوهات التشجيعية اليومية وكمان النظام اليومي اللي بينزل على منتدى القناة واللي بيشجعك وبيفكرك بنظام الغد يلا بينا نروح نشوف التحدي يلا بينا ونبدأ على بركة الله التحدي الاول من نظام جميع الاوزان نبدأ على بركة الله اليوم الاول من التحدي الاول وزي ما انتو شايفين كده على الريق زي ما انتو شايفين عندنا تلات اختيارات طبعا اختيار اول معلقة العسل وده الاختيار المفضل ليه الحقيقة معلقة عسل او معلقتين عسل صغيرة مع كباية مية سواء بقى تدوب العسل في المية وتشربهم سواء تاخد معلقة العسل وبعدك تشرب وراهم مية الى اني يعني مفيدين جدا وخصوصا مع دخول البرد لاني بيزود المناعة بشكل كبير جدا لما يعني فيه من بعض الفيتامينز المهمة جدا وخصوصا في الصباح فاعتبروا انه هو حاجة قوية كمان بينشط الدورة الدموية لاني بيجبرك ان انت تتمشى بشكل كبير جدا يعني لما باخد معلقات العسل ببقى عايز انزل اتمشى واتحرك وهكذا وبالتالي بتشغل الدورة الدموية اللي بتخلي المناعة قوية جدا عندك فخلي بالك من النقطة دي لانها من النقاط المهمة او تلت تمرات مع كباية حليب خال الدسم الاختيار ده الحقيقة لو انت من الناس اللي بتحب ان هي تنزل تلعب رياضة في الصباح مثلا فاختيار جيد جدا انت تاخد تلت تمرات مع كباية حليب وتنزل تلعب رياضة بتاعتك سواء مثلا عندك ماتش كورة سواء ان انت بتنزل مسافات طويلة بتتمشى بتجري وهكذا فاختيار حلو جدا التلت تمرات مع كباية الحليب خال الدسم اما ثمرة الفاكهة فاختيار بقى للناس اللي حبها تتدلع كده ولهو ما عندهمش عسل او يعني ما عندهمش اي حاجة ما بينزلوش يتحركوا كتير يعني ما عندهمش بدائل ليه طمر ويه العسل فيقدروا ان هو ياخدوا ثمرة فاكهة من الفواكه المسموحة واللي هتلاقوها في جداول الفواكه المسموحة طبعا اختيارات الفطار زي ما انت شايفين كده اختيارات متعددة فعندنا هتلاقي الجبنة القريش ولو انت يعني ما عندكش الجبنة القريش فتقدر تبدلها بجبنة خفيفة او جبنة طبيعية بيضة قليلة الدسم فتقدر انت تبدلها بالجبنة القريش او اربع معالق فول بالطماطم وطبعا الفول منتشر جدا في كتير من الدول مع سرط الخضرة مع ربع خبز حبة كاملة او اتنين بيضة مسلوقة او امليت يعني تعمل البيض زي ما انت حابب حتى لو انت عايز تعمله بمعلاقة زيت الزتون المتاحة ليك يوميا براحتك برضو عايز تسلق البيض براحتك برضو وتقدر ان انت تاخده مع نص الحصة من النشويات لاني في الفطار هيكون عندنا نص الحصة اللي احنا متعودين عليها اللي هي بدل من نص خبز حبة كاملة بناخد ربع خبز حبة كاملة او ما يعادله من النشويات اللي موجودة طبعا عندنا كمان ميت جرام جبنة بيضة قليلة الدسم او اتنين كوب زبادي لايت او قليل الدسم طبعا مع ربع الخبز الحبة الكاملة او اتنين معلاقة كبيرة من الكورنفليكس زيت كوبات حليب خالي الدسم او اتنين معلاقة لبنة قليلة الدسم او حبة من البطاطس متوسطة الحجم خمسة وسبعين جرام زائد اتنين بيضة مسلوقة او اتنين معلاقة شوفان خشن او قمح بليلة اللي هم عشرين جرام زائد كوبات حليب خالي الدسم طبعا تقدر تاخد خضار خلال الفطار عادي يعني خالص يعني تقدر تاخد طبق صلطة الخضار تقدر تاكل خيار خاص التى اللي انت عايزه في الفطار نروح بقى على الغدا ونلاقي المينيو بتاع الغدا بتاعنا عبارة عن نشويات وبروتين وخضار يعني هناخد ثلاث حاجات في هذه الوجبة ونختار اختيار واحد من البروتين نروح للغدا طبعا هنلاقي عندنا اختيارات البروتين اختيارات النشويات اختيارات الخضار نختار اختيار واحد من البروتين وما ينفعش ان احنا نعمل ما بين انواع البروتين المختلفة هيتعيب لنا معدتنا وعمل لنا تقلصات يعمل لنا عصر هاضم وبالتالي يأثر على الحرق بتاعنا بشكل غير مباشر طبعا نختار اختيار واحد من البروتين مع اختيارات النشويات ونختار برضو اختيار واحد من النشويات عندنا بقى اختيارات متنوعة خمس معالق رزة او مكارونا بدون دهون تقدر ان انت تعمل المكارونة بتاعتك وتعمل الصلصة بتاعتك طبعا. وتحطيها على المكارونة تعملين مكارونة بصلصة عادي وده طبعا عملناها في قناتنا مطبخ لو نفسك تخس ارجعوا للقناة وهتشوفوا ازاي تعملوا المكارونة بشكل كمان الرز تقدر ان انت تعملوا بشكل خفيف وتاخد منه خمس معالي. طبعا عندنا اختيرات متنوعة. الكنوة وطبعا هيكون عندنا وصفة برضو للكنوة ان شاء الله على قناة مطبخ لو نفسك تخس او اه واحدة توست بني او حبة متوسطة من البطاطس او الكوسكوسي الحبة الكاملة او الشعير ده يعني الاخوة في المغرب والجزائر طلبوا ان احنا نضيف الكوسكوسي والشعير فنتنهالهم او اتنين معلقة تشوفان او امح بليلة او ربع خبزة حبة كاملة او خمس معالي افريك او برغل. الاختيارات الخضار طبعا تقدر ان انت تعمل بقى صح ان طبق خضار بقى سلطة وتاخد معاه خضار سوتي بقى عايز تعمل كوسة عايز تعمل فصولية خضرة ولكن الافضل على الاطلاق في الخضار الكوسة والفصولية الخضرة من افضل انواع الخضار وطبعا عندنا اختيارات كتيرة جدا للخضار. نروح بقى لاختيارات العشاء فهتلاقي كلمة ممنوع النشويات في هذه الوجبة وطبعا هنلاقي عندنا يعني اختيارات متنوعة زبادي آآ صلطة اليونانية وطبعا عبارة عن خيار وطماطم وخاطر. طبعا عندنا الوجبات الخفيفة. وطبعا زي ما قلت قبل كده ان الوجبات الخفيفة دي هتلاقي عندنا مثلا مكتوب ثمرت فكهة. واوقات مش هتلاقي موجود ثمرت فكهة. فلما يكون عندنا ثمرت فكهة بين الوجبات فتقدر ان انت تاخد الوجبة دي يعني ثمرت الفكهة بين الوجبات وهي عبارة عن مثلا تفاحة او كومتراية او جوافة او برتقال او هكذا. طبعا ليك اتنين كوب حليب خالد دسم. دي من ضمن الوجبات الخفيفة اللي لازم تاخدها يوميا سبتة يوميا كوبايتين حليب خالد دسم تاخدهم بقى في اي وجبة توزعهم على وجباتك انصاص كوبايات هكذا تقدر ان انت تاخدها باي طريقة ما ولكن مهم جدا تناول الاتنين كوبايتين حليب خالي الدسم. ليك جزرتين ليك طمط ميتين ليك اتنين حبة بصل ليك واحدة حبة من البتنجان مهم جدا. طب لو انا ما بحبش البتنجان طب انا ما بحبش البصل طب يعني نحاول احنا على قد ما نقدر ناخد من الاسناكس دي لانها مهمة جدا وهتشبعك وخصوصا خلال فترة البرد. معلقة طعام زيت زيتون او خمس حبيات زيتون. تناول الخضار خيار خاص قتة جرجير والقتة اه من الحاجات المهمة جدا واللي موجودة دلوقتي في مصر فيه كثرة. وطبعا تقدر تاكلهم باي كمية وفي اي وقت. الشاي والقهوة والينسون والشاي الاخضر والكركديه والارفة والجنزبيل والنعناع والكلام ده كله تقدر ان انت اخدها خلال اليوم وبدو نسكر علشان يعني هتحس بتعم مختلف بحد اقصى كوبايتين وننسى طبعا السكر الابيض علشان خاطر السكر الابيض هيوقف لنا الحار وهيضيع لنا مجهودنا كله. نروح ل النصائح الهمة تناول من تمانية لاثناشر كوب يوميا وده كتير من الناس للاسف في الشديد خلال فصل الشتاء بينسوا المية ودي حاجة مهمة جدا المية بدون المية مش هتقدر تعيش سواء بقى بتخس سواء ما بتخسش المية شيء اساسي في حياتك. ممارسة المشي او الرياضة يوميا ولسيدات المنزل لو انت بتعملي اعمال المنزل فبرضو من الحاجات اللي بتعتبر من الرياضات فتقدر ان انت تلعب لي رياضة في المنزل او ان انت ترواء المنزل فده تعتبر من الرياضة المهمة جدا. طبعا اه يمكنك تناول صحن شربة خضار عند الجوع. طبعا اي وقت عند الجوع تعمل بقى ايه شربة الخضار? وطبعا شربة الخضار بتاعتنا من غير بسلة ومن غير بطاطس. ما تقولوش ان البسلة وبطاطس دول خضار? لا دول كاربوهايدريت. وبالتالي نحاول ان احنا يكون مسلا من الفصولية الخضرة والكوسة حاجات اللي احنا متاحة لنا من الخضار. احرص على تناول الخضروات خلال اليوم. مهم جدا ان انت تاخد الخضروات خلال اليوم. نروح لليوم التاني من التحدي الاول وهنلاقي عندنا اختفت الفكهة من ضمن اختياراتنا. مفيش اي اختيار خالص للفكهة. وزي ما انت شايفين كده ممنوع تناول الفواكه في هذا اليوم. وهنلاقي حتى على الريق عندنا اختيارين فقط هي العسل او الطمر. نروح بقى لي اختيارات الفطار هنلاقي ممنوع النشويات ايه الاسوى دي يا دارش. طبعا احنا بنلعب مع الجسم علشان نحقق نتيجة كويسة. وبالتالي هنلاقي ممنوع النشويات في الفطار اختياراتنا زي ما انتو شايفين كده اختيار او او او. وبالتالي هنختار اختيار واحد. ونروح للمينيو البتاع الغداء فهنلاقي عندنا بس اختيارات البروتين واختيارات الخضار واختفت النشويات فاذا ما عندناش نشويات ايضا في الغداء. اما اختيارات العشة فهنلاقي برضو اختفت النشويات في العشة. فلو رجعنا كده هنا بصوا ليه اختيارات البروتين هتلاقي عندنا البروتين خفيف. اختفى منها بعض البروتين التقيل زي اللحوم الحمراء فهنلاقي عندنا مثلا وحتى الاوراق بتاعة الدجاج فهنلاقي عندنا الصدور عندنا السردين عندنا التونة عندنا السمك عندنا الجبن القريش فهتلاقي عندنا اختيارات البروتين هتكون البروتين الخفيف نروح بقى ونشوف عندنا الوجبات الخفيفة هنلاقي اختفى ايضا الفكهة من هنا وهنلاقي بدايتها بكوب الحليب او اتنين كوب حليب خالي الدسم ويبقيت السناكس اللي معانا فاذا دي الفكرة بتاعت النظام واللي هتحقق معاك نتيجة رائعة جدا نروح لليوم التالت من النظام هنلاقي عودة الفكهة من جديد على الريق من ضمن الاختيارات وهنلاقي اختيارات الفطار زي ما انت شايفين كده في ها النشويات والحصة الكاملة نص خبز حبة كاملة ودلع نفسك يا معلم وهتلاقي هنا عندك بقى البروتين مع مع النشويات وطبعا تضيف لها الخضار براحتك طبعا في اي وجبة تشاء هنروح للغدا هنلاقي ممنوع النشويات في الغدا يستمر معانا البروتين الخفيف والخضار هتلاقي عندك بقى ارضو تنوع في الخضار والعشا ايضا هيختفي معانا النشويات وهنلاقي عندنا ثمرة فكهة في الوجبة دي طيب حدا يسألني يقول لي باشوانا لو خدت ثمرة فكهة بدل العسل وبدل الطمر على الريق دي من ضمنهم يعني والذي زيادة عن الفكهة اللي هنا لا عادي تاخد الفكهة بتاعتك على الريق لو انت حابب تاخد فكهة على الريق الصبح يعني لو انت نازل من الشغل نازل رايح الشغل ومعندكش عسل معندكش طمر اخد معاي قطعة طفحية وكلها وانا ماشي مسلا لو غاية ما اوصل للشغل وروح دي كده روح افطر وخلال اليوم اقدر اخد ثمرة فكهة في اي وقت بقى بين الفطار وبين الغداء بين الغداء وبين العشاء زي ما انت حابب مع طبعا البقية نروح لليوم الرابع من التحدي الاول وهنلاقي عندنا برضو عندنا موجود الفكهة من ضمن الاختراض على الريق ولكن هنا في الوجبات الخفيفة اختفت الفكهة وهنلاقي عندنا الفطار موجود فيه برضو نشويات وحصة النشويات كاملة الغداء رجعت لنا تاني النشويات واصبح الغداء عبارة عن نشويات وبروتين وخضار ولكن الغداء هتلاقي برضو البروتين الخفيف او مازال البروتين الخفيف هو المسيطر في هذا اليوم واختيارات النشويات بقت النشويات او النشويات بصورة كاملة اللي هي تسع معالق رزة او مكرونة بدون دهون اللي هي من غير اي دهون خالص تقدر تاخد ثلاث معالق رزة معمول باي طريقة اخرى لان يبقى فيه دهون وبالتالي سعرات الحرية بتبقى فيه اعلى مع الخضار بتاعك والعشا ممنوع في النشويات وهنلاقي اختفت الفكهة من ضمن اختيارات الوجبات الخفيفة او من ضمن الوجبات الخفيفة لك خلال اليوم نروح لليوم الخامس زي ما انت شايفين كده اليوم الخامس من التحدي الاول وهنلاقي عندنا ممنوع النشويات في التلات وجبات ولكن عندنا ثمرة فكهة في الاسناكس بتاعتنا فهنلاقي عندنا ثمرة فكهة وكمان من ضمن الاختيارات على في الفكهة ولكن هتلاقي عندك هنا بقى ممنوع النشويات في الفطار الغداء عبارة عن بروتين وخضار فقط والعشا ممنوع في النشويات نروح ليه اليوم السادس والقبل الاخير في التحدي الاول وهنلاقي عندنا اليوم اللي متدلع كده اللي احنا بنحبه يوم الانقاذ وهنلاقي عندنا العسل اتنين توست بني مع اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل وطبعا التوست البني تقدر ان انت تبدله بواحدة من الخبز السن او نص خبز بلدي فعادي خالص مش شرط توست بني يعني زائد اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل هيجي واحد يقول يا بشواندس يعني اليوم ده ما ينفعش ناخد فاكهة او طمر او اي حاجة على الريق لأ انت وريدي اصلا عندك اليوم ده في العسل مع التوست فما بياخدش حاجة على الريق كوبات مية فقط نروح للغدا هنلاقي عندنا ممنوع النشويات في الغدا وعندنا اختيرات فقط البروتين والاختيارات واختيارات الغدا نروح لاختيارات العشف عندنا ممنوع النشويات وعبارة عن اتنين علبة زبادي او جبن القريش او اربع معالق فول مع الصلاة الخضرة وهنلاقي اختفت معانا هنا في الوجبات الخفيفة ثمرت الفكهة ونوصل مع بعض ليه اليوم السابع من اتحاد الاول واليوم الدلع الدلع ولوز اللوز وعنب العنب وهنلاقي عندنا اختيارات الفطار وجبة مفتوحة والغدا وجبة مفتوحة اما العاشها هيبقى بدون نشويات حاجة كده خفيفة الفطار قلنا ان انت تقدر تاكل الوجبة اللي نفسك فيها اي وجبة انت تشتقلها تقدر ان انت تاكلها بس مع الشعور مع بداية الشبع تقدر ان انت يعني توقف اكل وتصوم خمس ساعات علشان تدي فرصة للمعدة وجبة الغدا تقدر انت تاكل الوجبة اللي انت نفسك فيها ومع الشعور بالشبع برضو توقف اكل وتصوم بعدها خمس ساعات تشرب خلال المية فقط طبعا احنا عملنا لكم اختيارات كده كامثلة للناس اللي مش عارفها ممكن ناكل ايه او ما ناكلش ايه فعملنا لكم شوية امثلة كده طبعا وبالهنة والشفة وطبعا الشطار اللي بيقدروا يمشوا على نظام الصعرات فيعني يقدروا ان هما يوزعوا اكلهم او صعراتهم الحرية خلال اليوم عادي برضو وطبعا شرحنا كتير ازاي ان انت من خلال الصعرات الحرية تدير يومك وبكده نكون انتهينا من التحدي الاول واليوم السابع والاخير من هذا التحدي طبعا نبدأ على بركة الله التحدي الاول لنظام المرضعات ويعني التحدي الاول زي ما نشوفين كده تحدي سهل وبسيط وهنلاقي عندنا بقى يعني على الريء اختيارات متنوعة الفطار في نشويات والغدا في نشويات وبروتين وخضار والعشا ممنوع في النشويات وعندنا وجبة خفيفة هتلاقي هنا من ضمن الوجبات الخفيفة بقى ايه ثمر اتفاكها تمام تقدر ان اتتاخد ثمر اتفاكها بين اي وجبة يعني يليك ثمر اتفاكها واحدة تلات حبات كاجو غير مملح او مقلي طبعا تقدر ان انت تاخد هاي تلات حبات كاجو ودي من المكسرات طبعا مش كون ما تكونش ملحة وما تكونش مقلية علشان خاطر ما تكونش مضرة لنا اكتر من نفعنا يعني الوجبات الخفيفة بتاعتي كست الكل ثمر اتفاكها تلاتة حبات كاجو تلاتة كوب حليب خالد دسم نين جزرت نين حب الطماطم اتنين حبت بصل واحد حبت بتنجان معلقة طعام زيت زتون والخضار بقى زي ما انت عايزة طبعا هنا اليوم التاني من اتحاد الاول وهنلاقي على الري اختيارات متنوعة هتلاقي اختيارات الفطار فيها نشويات الغدا والعشا بدون نشويات وعندنا الوجبات الخفيفة تلات كوبات حليب خالد دسم وثمرت فاكها وحبة متوسطة من البطاطا وهكذا نروح لليوم التالت من التحدي الاول عندنا بقى على الري اختيارات الفطار في نشويات الغدا بدون نشويات والعشا بدون نشويات ولكن عندنا واجبات الخفيفة هتلاقيها بتعوض بقى عدم وجود النشوات في بعض الوجبات فتلاقي عندك بقى ثمرت فاكها وعندك حبة من البطاطا الحلوة ودلع ونفسك واخر دلع نروح لليوم الرابع زي ما انت شايفين كده عندنا على الري تلات اختيارات الفطار في نشويات الغدا في نشويات العشا بدون نشويات والوجبات الخفيفة تناول كل الوجبات الخفيفة وكل البنود اللي تحت دول نروح لليوم الخامس اختيارات على الري متنوعة عندنا الفطار عندنا في نشويات الغدا بدون نشويات والعشا بدون نشويات والوجبات الخفيفة هتلاقي فيها اختيارات متنوعة طبعا هنختار الاختيارات كلها في الوجبات الخفيفة باكي التاني بس عشان الناس ما تنساش نروح لليوم السادس من التحدي الاول لنظام المرضعات وهنلاقي على الريء اختيارات هي متنوعة فطار في نشويات الغداء بدون نشويات والعشاء بدون نشويات والوجبات الخفيفة تناولي كل ما يلي طبعا اليوم السابع والاخير من التحدي الاول وهنلاقي على الفطار في وجبة مفتوحة الغداء وجبة مفتوحة نصومة ستة كل خمس ساعات بعد الوجبة المفتوحة علشان خاطر ندي فرصة للمعدن الشامية بس والوجبة الغدا نفس الكلام والعشا هيكون بدون نشويات. نبدأ على بركة الله التحدي الاول لنظام الاشبال وهنلاقي يعني نظام الاشبال ليشبه كثيرا نظام المرضاعات ولكن مع بعض التعادلات البسيطة ذي اكواب الحليب فهتلاقي عندهم هناك تلات اكواب حليب خلي الدسم يوميا ليهم لكن في الاشبال عندهم اتنين كوب حليب خلي الدسم فقط. عندهم المكسرات وعندهم الفكهة. في يعني متدلعين برضو اخر. دلع لاني برضو الاشبال بيكون سعراتهم الحرارية اكتر من الطبيعي لانهما مرحلة نمو وبالتالي الحرق بتاعهم بيبقى اعلى من الناس العادية. ده اليوم الاول من التحدي الاول وعندهم طبعا نشويات في الفطار نشويات في الغدا والعشا بدون نشويات وعندهم الوجبات الخفيفة يقدروا ان يتناولوا كل الوجبات الخفيفة ونعمل عرض سريع بقى للتحديات. اليوم التاني من التحدي الاول اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع والاخير من مسابقتنا في البرد هتخس بجد الموسم التاني وبكده نكون انتهينا من التحدي الاول. بعد ما شفنا التحدي ها ابطال هنبدأ ولا ايه؟ اكيد هنبدأ ان شاء الله وان شاء الله بازن الله للرشاقة وصلين بامر الله ومش هنتخلى عن هدفنا مهما كان طالما فينا نفس هنوصل لهدفنا. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تتخضيت. علشان توصل لانظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخس. هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس. زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من مليون مشترك وبينزل عليها الانظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل وكمان فيديوهات تشجيعية يومية ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من اتنين مليون وسبعمائة الف متابع وبينزل عليها انظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة. وده حساب الرسمي على الانستجرام ل لو نفسك تخس وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس وده موقعنا الرسمي ل لو نفسك تخس وده قناة التليجرام الخاصة بي لو نفسك تخس وده قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة باعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل اما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت وده اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وازاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا. ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخس فده حسابنا على باتريون. طبعا في ناس هتشتكي وتقولي النظام خطه صغير قوي ومش باين ومش شايفين حاجة فارجوك يا هندسة كبر النظام وكبر الخط شوية. هقولك ان انت طبعا لو انت ماسك الموبايل بالوضعية دي اكيد طبعا مش هتشوف حاجة لان الكلام صغير جدا وانت اصلا محتاج ان انت يكون نظرك قوي جدا. لكن بكل بساطة انت لو فعلت وضع دوران بتاع الموبايل وروح تلافف الموبايل كده بص اهو بقى النظام بكل الشاشة يعني النظام مالا الشاشة كلها بتاعت الموبايل. مش بس كده انت ممكن تعمل زوم مجرد ان انت عملت بصباعك كده يا صباعينك اللي اتنين كده تقدر تزوم على الحاجة على النظام خلاص هوا بصوا عامل ازاي كبير جدا يعني باين وضوح الشمس يعني بس ده علشان الناس اللي بتشتكي من ان الخط صغير او مش قادرين يقروا النظام فالنظام واضح جدا جدا فمش عندنا حجة خلاص فيريد نلتزم بالنظام شكرا لي